موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم إلى ضيف وقضية من البحرين إلى اليمن إلى سوريا إلى الكويت إلى العراق وإلى لبنان مرورا بالأراضي الفلسطينية تصرفات تدل كلها على أن رغبة إيران في انتهاج سياسة تقوم على الاستثمار في إثارة الغرائز المذهبية مؤخرا وفي اليمن تحديدا كشف إصرار طهران على تعيين سفير لها في صنعاء حجم النفوذ الإيراني وتدخله في الشأن اليمني عبر أتباعه في اليمن والمتمثل بالحوثيين فيما يكشف إعلان واشنطن عن مكافأة كبيرة لمن يدلي بمعلومات عن قائد القوات الخاصة لحزب الله في سوريا واليمن ونوايا إيران الواضحة للاستخدام الحوثيين وسيلة للتوسع في المنطقة دور إيران في المنطقة وعلاقتها الوطيدة مع الجانب الأوروبي وتحديدا الأمريكي وتداعياته وحيثياته نناقشه مع ضيوفنا وضيف في السوديو ولكن بعد هذا التقريب ورقة جديدة تلقي بها ظهران لإقاد جدوة شعلة نار فارس في اليمن والتربح في برصة الصراع على النفوذ في المنطقة وذلك بتأكيد نفوذها وامتلاكها لقرار ذنبها في اليمن المتمثل بميليشيات الحوثية عبر إفاد حسن إرلو ممثلا في صنعاب ثوب دبلوماسية ليكون أداتها المباشرة والمتحكمة بقرار السلم والحرب وتحريك كل الملفات المرتبطة بالميليشيات وربض كل ما يخص المشكلة اليمنية بهذا المندوب أما على الأرض فإن الميليشيات الحوثية تحتفي وتعتبر وصول سفير نعينة طهران إلى صنعان تصارا دبلوماسيا والذي وعد الأول من نوعه اعترافا بسلطتها غير القانونية والشرعية سياسي هنا اعتبروا التمثيل الدبلوماسي الإيراني لدى سلطة ميليشيوية لا يشكل أي مكسب لهما على صعيد العلاقات فليس هناك علاقة ندية أو استقلال في القرار بالنسبة لميليشيات الحوثية حتى تعتبر تعين سفير الملالي طهران اختراقا في جدار المقاضعة الدولية دبلوماسيا لها وكون ميليشيات الحوثي تعمل ذراعا عسكرية لطهران وتنفذ أجندة وأوامر الدولة الفارسية فعلاقتها بدولة المرشد الأعلى تجاوزت التمثيل الدبلوماسي إلى التبعية والذي تكشف حينما أعلن مندوب طهران في البلمان الإيراني علي رضا زاكاني واخر العام 2014 أن صنعاء أصبحت العاصمة العربية الرابعة التي التحقت بالثورة الإيرانية وبحسب مراقبين فإن مندوب طهران عمليا هو من سيدير بشكل مباشر كل ملفات ميليشيات الحوثية السياسية والعسكرية عبر الخبراء الإيرانيين الموجودين في مناطق سيدرتها كما يمثل وجوده في صنعاء رسالة للمجتمع الدولية بأن طهران هي صاحبة القرار وليس زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثية وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس أكدت أن قيام النظام الإيراني بتهريب حسن إيرلو ضابط فيلق القدس التابع للحرس الثوري والمرتبط بحزب الله اللبناني إلى اليمن تحت ستار سفير يكشف النية الواضحة لإيران لاستغلال الحوثيين لتوسيع نفوذها في المنطقة الحكومة اليمنية وعبر وزير الإعلام عمر الإيراني أكدت رفضها لهذه الخطوة ودعت مكونات الشعب اليمني والمجتمع الدولي إلى التنديد ورفض كل أشكال وجود الإيراني في اليمن وتمادي في سياسته العدائية يأتي هذا في وقت أعلنت في الولايات المتحدة الأمريكية عن مكافأة تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لمن يدني بمعلومات عن قائد القوات الخاصة لحزب الله بسوريا واليمن هيثم علي طبطبائي وتفضي إلى اعتقاله باعتبار أحد العناصر الإرهابية الذي قام بتوفير التدريب والعتد لزعزعة الاستقرار في اليمن وسوريا والذي يكشف عن مساء طهران لتوسيع نفوذها في المنطقة إذن بعد أن استمعنا إلى هذا التقرير يسعدني أن يكون بمعيتي عبر الأقمار الصناعية الضيف أو الأستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط مرحبا بك أستاذ محمود استمعت إلى التقرير وبداية لو تحدثنا عن الدور العام لإيران كدولة فارسية الأصل ولها مشروعها وهيمنتها يعني عبر التاريخ ما الذي تريده اليوم من المنطقة العربية إذا ما اعتبرنا أن تلك الدول التي ذكرناها في مقدمة هذه الحلقة هي يعني يمثل تموقعها الحالي يعني الكويت أيضا لبنان والعراق وسوريا وفلسطين أيضا أهلا بك طبعا وباستاذ المشاهدين أولا ثانيا الحديث عن إيران ونفوذها يطول كثيرا لأن المسألة تجاوزت كل حدود المنطق المشروع الفارسي أو الصفوي أو الإيراني هو مشروع ليس وليد اللحظة ولا وليست إيران هي الدولة الوحيدة المعنية به وإنما إيران هي حجر الزاوية لهذا المشروع ولكن بدعم دولي دعنا نقول ذلك وإلا لما كانت قد تمددت كل هذا التمدد من بغداد شرقا مرورا بدمشق مرورا ببيروت وصنعاء في اليمن والأراضي الفلسطينية وحتى بعض مناطق دول الخليجة التي لها نفوس فيها وتحاول إثارة القلاقل وزرع حالة عدم اليقين بين أهالي تلك الدول المشروع الإيراني أو المشروع الفارسي كما أفضل أنا أن أسميه المشروع له أبعاد وأهداف متوسطة المدى وطويلة المدى البعد الأكبر لهذا المشروع هو الحلم الفارسي كلنا يعلم أن إيران الحالية تريد أن تعيد الحلم الفارسي بالامبراطورية الفارسية ولكن على أساس طائفي مقيت وأساس ديني أساسه التفرقة بين عناصر الأمة الإسلامية من سنة وشيعة الهدف المتوسط هو السيطرة بقدر كبير جدا على مجموعة من العناصر المركزية التي تمثل مفاصل للأمة العربية صنعاء جنوبا بموقعها الاستراتيجي أو اليمن بشكل عام موقعها على مدخل مضيق باب المندب بغداد وهي عاصمة الشرق وبوابة الشرق العربي مرورا بالشام سواء في سوريا أو لبنان أو الأراضي الفلسطينية وحاولت مرارا أن توجد لها موت أقضى من هنا في مصر وفي بعض دول الغرب الأفريقي أو الشمال الغرب الأفريقي ولكنها حتى الآن فشلت فشلا زريعا إيران حقيقة تحظى بدعم دولي كبير وبرضى دولي كبير يتحلى هذا التمدد وفق سياسة غربية تحاول أن توجد لها أذرع وتوجد لها مصارات تعاون رأت في إيران المصار الأقوى والأصح بعيدا عن السنة لأن السنة دائما ما ينحون منحى الدين الوسطي ويحاولون أن تكون دولهم مستقرة أما إيران فيتسعى لتصدير ما أسمته بالثورة الإسلامية ولكن هو تمدد شيعي في الأساس وتضرب في جذور المنطقة وفي دياناتها وفي طوائفها التي كانت إلى وقت قريب قبل سبعينيات القرن الماضي مناطق مستقرة وليست لا يوجد فيها أبدا هذا النفس الطائفي بين سني وشيعي نعم نأخذ من هذا الكلام أستاذ محمود يعني بأن إيران لا تضع يدها على أي منطقة إلا وتحدث فيها فوضى ويهجر أبناؤها ويعني ثمت حراكات طائفية واغتيالات سواء هنا أو هناك يعني أنت أشرت إلى مسألة همة جدا بأنها تحظى بدعم دولي كبير إذا ما عدنا إلى استقراء للتاريخ ونجد ذلك العداء بين الفرس وأيضا الروم نجد في مرحلة معينة وقبل سقوط الدولة العباسية تحديدا بأن هناك اتفاقا فارسيا صليبيا على الإطاحة بالعرب وبالمسلمين هل نستطيع أن نقول أو نستقرأ من خلال ما ذكرت بأن هذا الاتفاق لا يزال قائما وأن هذه الإشكاليات التي تظهر دائما على السطح ما هي إلا إشكاليات متفق عليها بالتأكيد طبعا أنا كنت شاهد عيان على سقوط بغداد وكنت شاهد عيان على جرائم إيران الشيعية وكيف ضربت الشيعة قبل أن تضرب السنة ثم استغلتهم كأياد باطشة لتدمير العراق بهذا النفس الطائفي وأنا متابع جيد جدا لما يجري باليمن وما جرى في لبنان وما جرى في سوريا وكيف استطعت إيران؟ إيران لوحدها صدقني لا تستطيع أن تفعل شيئا القوة الإيرانية سواء العسكرية أو السياسية أو الاستخباراتية أو على أي سعيد يمكن أن تتخيله لا تستطيع أن تمتد إلى خارج حدود لا أقول إيران وإنما مناطق كثيرة من إيران لا يمكن أن تسيطر عليها حكومة الملالي ولكن بدعم دولي وبرضة دولية عما تقوم به حكومة الملالي بالتأكيد استطعت أن تغرس أيديها المسممة في خاصرة الوطن العربي وفي كل مناطق الجسد العربي واستطعت أن تتمدد بفعل تأسيس ميليشيات موالية لها تقوم بعمليات أبشع مما تتخيل جرائم ضد الإنسانية عمليات الزبح والقتل والتفجيرات عمليات الاختطاف وعمليات الاختفاء القصري كل أنواع الجرائم التي يند لها جميع البشرية تمارسها إيران بنفس الطريقة يعني من إذا قمت بعملية تحليل مضمون لما جرى في العراق وما يجري في سوريا وما يجري الآن في اليمن وما جرى عندما استولت حماس على السلطة في غزة سوف تتأكد أن هناك يد واحدة وعقل واحد ولكن مجموعة من المنفذين ينفذون نفس الخطط وهناك دائما غطاء دولي لما يجري وأكبر دليل على ذلك هو وصول السفير الإيراني الجديد للعاصمة اليمنية صنعاء وكأنه أسقط بباراشوت ولا يوجد مبعوث دولي ولا يوجد قوة دولية أقرت أن أهال اليمن ما زالت منطقة نزاع لا يمكن أبدا الاعتراف بطرف دون الآخر حتى الحكومة الشرعية الموجودة نعم نقطة هامة جدا ذكرتها بوصول أيرلو مؤخرا إلى صنعاء وعلى مرأة ومسمعين من المبعوث الدولي وأيضا الأمم المتحدة وبريطانيا والدول المشرفة على الملفة اليمنية أيضا كيف تقرأ مثل هكذا مهزلة وكيف تنظر الحكومة بدورها إلى مثل هكذا لي ذراع إنجاز لي التوصيل وليس لي ذراع هو كسر رأس ودك عنق وليس لي ذراع ما يعني وصول كنا دائما نتحدث عن كيف تصل الأسلحة كل هذه الأسلحة المتطورة من الدرونز إلى كافة الأسلحة والصواريخ الباليستية إلى أيدي الحوثيين حتى يهددوا بها الجارة الشقيقة السعودية ويشيعوا كل هذه الأجواء من القتل والخراب والضمار في اليمن وقلنا أن إيران لا يمكن أن تتصرف لوحدها وأن سماء اليمن لا يمكن أن تكون مفتوحة إلا بإذن دولي جريفث المبعوث الدولي حقيقة أنا أراقب ما يقوم به في اليمن وهو عملية إطالة أمد الصراع وعملية يعني مد يد الحوثيين في مناطق كثيرة من اليمن دائما ما توقع اتفاقات ثم يحنس بها الحوثيون ودائما ما توقع اتفاقات بضمان دولي ولا تنفذ ويستمر الحوثيون في غيهم ويمارسون أبشع الجرائم ضد الإنسانية وضد القانون الدولية تحت سمع وبصر المنظمة الدولية بكافة أفرع سواء ما يسمى الأفرع الإنسانية أو الأفرع الأمنية والسياسية وهذا الأمر حقيقة أنا عشته في العراق شاهد عيان كان يجري مثل ما يجري في اليمن وأسوأ وأبشع إذن اليد واحدة والخطط واحدة والمنفذون كثروا نعم سأعود إليك فيما يتعلق بالعراق وأيضا والهيمنة الإيرانية الرائنة أذهب الآن بعد إذنك إلى الأستاذ فادي عكوم الكاتب والمحادل السياسي والخبير في شيئنا الإيراني من لبنان أستاذ فادي مرحبا بك واستمعت إلى ضيفي عبر الأقمار الصناعية الأستاذ محمود الشناوي ويتحدث عن مباركة دولية وعلى يعني مرءا ومسمعا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأمريكا وبريطانيا في كل ما تقوم به إيران في المنطقة بل وتشرف إشرافا مباشرا كيف تقرأ ذلك؟ يعني للأسف يوجد ازدواجية أممية أو ازدواجية دولية في طريقة التعاطي مع إيران أو مع أزرع الحرس الثوري في المنطقة فمن ناحية يريدون التخلص من الإرهاب ومن ناحية أخرى يدعمون إيران ويقربون إلى جنبها خصوصا في مسألة حظر السلاح وربما الأمر يعود يعني بشكل أساسي إلى المسائل الاقتصادية والتربطات الاقتصادية التي تربط العديد من الدول الأوروبية خصوصا فرنسا وألمانيا مع الداخل الإيراني فلهتين الدولتين العديد من المصالح والشركات والمعامل الكبرى التي تجلب لها الأموال وبالتالي فإن الاعتبارات الاقتصادية يتعلق على الأمن القومي حتى وهم لا يعرفون أساسا بأن الخطر الإيراني قد يكون أخطر من أي تنظيم إرهابي إذا ما قرر الحرس الثوري أو قرر القيام بأي مغامرة في الداخل الأوروبي وربما كانت بعض المحاولات التي قام بها حزب الله اللبناني تحديدا في الدول الأوروبية خير وشاهد ودليل على هذا الأمر وبالتالي فإن الأمور ربما تبقى على هذا الحال خلال الفترة الحالية لكن يوجد ضغوط داخلية أوروبية على الحكومات للتخلص من الترابط مع إيران والانسياع أو القبول بما تريده الإرادة الدولية ومنها الدول العربية ومنها الوليات المتحدة الأمريكية القاضية والهادفة للحكم من هيمنة إيران وانتشارها وأختارها نعم على صعيد ديني مذهبي طائفي إذا سمحت لي أستاذ فادي هناك من يقول بأن دعم أمريكا وبريطانيا المباشر لإيران فيما يتعلق بالحرب على اليمن هو لإلهاء السعودية عما يحدث في لبنان وأيضا في العراق وفي سوريا كون اليمن لا توجد هناك فئة شيعية تتبعها مباشرة وإنما فئة زيدية وهي سنية بطبيعة الحال وتعمل على مدها بالفتات وإنما يحدث فقط هو لمجرد الإلهاء كما ذكرت كيف تقرأ أيضا هذا الانطباع يعني لا أعتقد أن الأمور متقاربة في فالحال الصوري الإيراني ومنذ سنوات كثيرة جند العديد من الفرق والتنظيمات الإرهابية للعمل لمصلحته وإلى جانبه يعني على سبيل المثال عندك تنظيم حماس الإرهابي في فلسطين مدعوم من إيران بشكل مباشر ومن حزب الله يوجد عندك مثلا الطيار العوني في لبنان وهو طيار ماروني مدعوم من حزب الله ويوجد الحوسيين في اليمن عندما نتكلم عن أزرع الحرس الثوري تسقط الاعتبارات الطائفية وهنا نتكلم عن الإنجرار وراء ولاية الفقه يعني يوجد مصالح فياتية خاصة تجعل من هؤلاء الأشخاص ينجرفون مع ولاية الفقه وينفذون أفكارها وتطلعاتها ومخططاتها في المنطقة ودعني إزودكا يعني أغلب الذين تم اعتقالهم وترحيلهم من المنطقة العربية السعودية وبعض الدول الخليجية لارتباطهم المباشر مع حزب الله وتمويله لم يكونوا من الطائفة الشعية على الإصلاق بل كانوا مسيحيين وموارنة يعني من أشد المسيحيين تعصبا في لبنان وبالتالي عندما نتكلم عن أزرع الحرس الثوري تفقط الاعتبارات الطائفية على اعتبار بأن الحرس هناك مصالح سياسية أسمى في العديد من المجتمعات واكتسابهم عن طريق الأموال فقط يعني المال والنفوذ السياسي هو الدافع لهذه المجموعات للاندمام للحرس الثوري وعندما يأتون بدعم من هذه الدولة أو هذه الدولة يعني يوجد إزدواجية كما قلت لك بالنسبة لتشابق المطالب الأستاذ فادي عكوم الكاتب والمحادلة السياسية الخبير في شأن الإيراني من لبنان كنت معي عبر الهاتف شكرا جزيلا لك أعود إلى ضيفي هنا في عبر الأقمار الصناعية الأستاذ محمود الشناوي يعني إذا ما اعتبرنا أن الموضوع طائفي ليس طائفيا بامتياز وإنما هناك أجندات سياسية كما أشار إليها متحدثنا وكنت قد أشرت أنت في مضمار حديثك قبل قليل عن العراق وربما التسع سنوات كنت عن قرب فيما يتعلق بالوسط السياسي الإيراني العراقي عندما نتحدث إذن عن الشيعة والسنة العراق حربتها أمريكا وسلمتها بطبق من ذهب إلى إيران كيف تدعي اليوم أمريكا بأنها عدو إيران وأن إيران عدوها لدود؟ سيدي كل هذا يعني هراء وكل هذا مردود عليه وأنا عندما تحدثت عن الطائفية لم أكن أن إيران تدعم الشيعة وإنما تمتضي جواد الشيعة دعنا نضع الأمور في نصابها الحقيقي ونسميها بمسمياتها إذا تحدثنا عن مسألة الشيعة والسنة هو فقط حصان تمتطيه إيران لأن أمريكا رأت أن كل الوسائل لتدمير البلدان يعني أكثرها حدة والسلاح الناجع هو النفس الطائفي والمذهبي لذلك أما عن إيران أنا كما قلت لك كنت شاهد عيان على ذلك إيران التي كانت تمول جيش المهدي هي إيران التي أتت بتنظيم دولة العراق الإسلامية وقائدي أبو مصعب الزرقاوي من أين أتى أبو مصعب الزرقاوي ودخل إلى شمال العراق بعد انهيار نظام صدام حسين من إيران عندما فر أو انهار نظام طالبان في أفغانستان أين ذهب كل قارة السلفية الجاهدية وتنظيم القاعدة ذهبوا إلى إيران كانت إيران معبر وكانت استراحة لتجهيزهم وأعادة إطلاقهم إلى دول أخرى سواء العراق أو غيرها الجماعة الليبية المقاتلة يعني هذه قاعدها كان أيضا في تهران سيدي المسألة ليست نفس طائفي وإنما حصان طائفي تمتطيه إيران لأنه هو الحصان الرابح إيران كما تفضلت حضرتك تدعم الزيدية في اليمن والزيدية هي أقرب إلى السنة وليست إلى الشيعة الجميع يعلم ذلك عندما نتحدث عن ولاية الفقية كل العراقيين لا يؤمنون بولاية الفقية ومع ذلك إيران تدعم كل المرجعيات الشيعية والميليشيات الشيعية أرادت القضاء على المرجعيات التاريخية ثم أتت بأشباه مراجع مثل مقتدى الصدر وغيره وجعلتهم وجهات للشيعة بميليشيات عشرات الميليشيات الشيعية من جيش المهدي إلى أبو الفضل العباس إلى كتائب ثأر الله إلى حزب الله العراقي إلى 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 كل هذا يعني تموله إيران وتدعمه إيران ليس لأنها تريد أن تدعم الشيعة ولكنهم هم الحصان الرابح لمص دم الشعوب العربية إيران تستفيد من العراق عشرات الأضعاف الذي دفعته في تسليح وتدريب القيادات الميليشيوية الشيعية إيران تستفيد من اليمن بنفس القدر تستفيد من سوريا بنفس القدر تستفيد من لبنان بنفس القدر هي تدعم المارونيين لأنهم حلفاء لحزب الله المسألة ليست شيعة وسنة المسألة هي هذا النفس الطائفي الذي وجد أنه النفس الأنجع والسلاح الأقوى لتدمير أي بلد ولإقامة الفرقة بين كل عناصره حتى تستطيع أن تدخل وتتسلل وتقتسم الكعكة مع من يوفر لها الغطاء الدولي وأقصد الغرب بشكل عام وأمريكا بشكل خاص جميل دعني أذهب أستاذ محمود إلى أضيفي عبر الهاتف الأستاذ مصطفى النعيمي الباحث في المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية من سوريا أستاذ مصطفى مرحبا بك إذن دعم لا محدود ليس له أصول ولا جذور طائفية عرقية فقط وإنما وفق مصالح سياسية تحدث بها الأستاذ محمود الشناوي قبل قليل وأشار إلى عدة دلائل بأن إيران تدعم كل من يأخذ بيدها إلى مبتغاها لعل آخر ذلك حماس وهي جماعة سنية تقوم إيران بدعمها مباشرة كما تدعم الطوائف الأخرى في شتى بقع الشرق الأوسط وتحديدا الوطن العربي السؤالي هل إيران أعادت أمجدها وعرشها إلى المنطقة العربية أم أنها سقطت في هذا الوحد أعتقد أن إيران الآن هي محاصرة بشكل شبه كامل سواء كان على صعيد الجبهة العراقية أو على الجبهة السورية إذا منتقلنا على الجبهة اللبنانية وكذلك في اليمن هناك حل كبير لمحاصرة إيران سواء كان على صعيد خطوط طاقة أو على صعيد حتى السياسي عملية رفع العقوبات لم تؤثر كثيرا عن الموقف الإيراني ربما قد تساهم بعمليات شغل هنا أو هناك لكن هناك قرار استراتيجي كبير لدى الولايات المتحدة يحبز من النفوذ الإيراني قد بدأ قبل قرابة ستة أشهر بشكل مباشر وتمت هناك عمليات عسكرية داخل عمق الإيراني أدى للسهداف عدة مفاعلات نووية أدت إلى تراجع المشروع الإيراني دوما يقال ب75 بالماءة هذا يحمل في طيات دلالة كبيرة على أن الولايات المتحدة ماضية في عملية مكافحة أي تمدد أو أي نفوذ للميليشيات الإيرانية سواء كانت متمثلة في هيئة الحفظ الشعب العراقية التي تقوم بحلها والتي أنشئت بموجة قانون أو بموجة استفاقية وتم التسلط عليها داخل مجلس النواب العراقي لمكافحة داعش الزراعة الأخرى التي استثمرتها أيضا بندقية مأجورة استثمرتها إيران إيران تستثمر أي بندقية تؤدي في النتيجة إلى أضعاف تلك الدول دول الشرق الألصف ككل فاستثمرت بندقية الحوسي استثمرت بندقية حزب الله استثمرت بندقية المالكي سابقا وكذلك بندقية سبشر الأسد وهي التي الآن هي تحاصل النظام السوري ليس لديه أي تمثيل سياسي حقيقي على الأرض وكذلك المعارك التي تجلس في سوريا هي بقيابة الحرس السوري الإيراني تمثب في سوريا هناك قرابة 200 طلعة إسرائيلية تستهدف هذه الميليشيات داخل أراضي سوريا لكن على ما يبدو هناك مهاجعة لستراتيجية الولايات المستحدة وحول أسرائيل في عملية استثبات إيران أي أن الضربات الجوية غير كافية في وقف هذا المشروع الخبيث المشروع السرطاني صراحة هو الذي أضر بالأمة العربية والأمة الإسلامية العراق كان تمثل بوابة الشرقية للأمة وهي خط الدفاع الأول عن الأمة الإسلامية والأمة العربية لكن بإسقاط العراقية بغض النظر عن الحيادة التي كانت متواجدة فيه أدى إلى تمدد إيران بهذا الحجم الكبير وقرار تسميم العراق كان قرار خاطئ نحن الآن نتفع ثمن هذا القرار السرطانيجي الخاطئ ربما كان خاطئ على الصعيد العربي لكنه كان وفق دراسة ووفق نوايا مبيتة عزمت عليه الولايات المتحدة وحلفائها أنذاك وأوقعت العرب في هذا الوحل أشكرك جزيلا شكر على هذه المدخلة من صفاء النعيمي الباحث في المنتدى العربي لتحل السياسات الإيرانية من سوريا كنت معي عبر الهاتف أعود إليك أستاذ محمود كيف يمكن لإيران الادعاء أنها دولة مسالمة في وقت يقود الواقع بأن يدها ملطخة في كل مكان تطأه قدمها تدعي إيران كما تدعي ولكن في النهاية دعنا نقول ما هي أزرع إيران في السياسة الخارجية يعني لا توجد وزارة خارجية إيرانية وإنما يوجد الخرث السوري الإيراني هو الذي المنفذ الرئيسي لكل السياسة الخارجية الإيرانية سواء على الصعيد الأمن أو حتى على الصعيد الاقتصادي الشركات التابعة للقرص الثوري الإيراني عابرة للقرات السياسة الخارجية الإيرانية تفرض وترسم حدودها بسنابك الأسلحة التي يعني ترسلها إيران إلى ميلاشيات تابعة لها في كل الدول العربية وحتى عندما أرادت أن تكون لها موطق قدم وأزرع في أمريكا اللاتينية حتى تلك المناطق البعيدة لم لا توجد فيها إيران دبلوماسيا وإنما توجد فيها أمنيا وسياسيا واستخباراتيا تدعي إيران كما تريد أن تدعي ولكن أنا أريد أن أؤكد على أمر هام هو أن إيران هي دولة وظيفية مثلها مثل دول أخرى كتركيا مثلا إيران يعني دعنا نعود إلى الوراء قليلا أين كان يقيم هذا الرجل الذي يعني أدى إلى كل هذا الانقلاب بما يسمى بمفهوم تصدير الثورة الإيرانية والذي أقر مبدأ ولاية الفقيه كحسام ترواضة يستطيع أن يغزو بها كل المنطقة كما أراد أين كان يوجد الخوميني؟ كان يوجد في باريس الطائرة التي أقلت الخوميني ثورة شرائط الكاسد التي أتت بالخوميني من الذي فعل كل ذلك؟ أوروبا فرنسا بلد الحريات وبلد الفكر والثقافة أين يوجد ممثل مجاهدي خلق وهي المعارضة الإيرانية أيضا يوجدون في أوروبا يا سيدي أوروبا والغرب يتلاعبون بنا ويحركون قاقطع شطرنج هؤلاء الذين يسعون إلى تنفيذ أحلام على الأرض لا يمكن أن تنفذ مهما حاولت إيران أن تعيد الحلم الامبراطوري الفارسي فإنه سيفشل مهما كان جبل النار الذي أرادت أن تحرقنا به سيحرقها أولا ولكن دعني أؤكد لك أن إيران لا تستطيع أن تنفذ أي سياسة إلا بسنابك الخيل وبالبرود وبالدم وليس بالسلم وبالدبلوماسية جميل سلالة تاريخية إذن أذهب بها إلى الأستاذ حازم القصوري محام وخبير في الشؤون السياسية من تونس أستاذ حازم مرحبا بك يعني كل الأدلة أو كل ما يحيط بنا يدل على أن هناك دعما مباشرا لإيران بمسميات مختلفة والوقود يعني في النهاية هم الأعرب الذين من خلالهم تحقق مشاريع فارسية غربية سؤال أخير يعني في هذه الحلقة وبإجاز إذا سمحت هل كل ما تقوم به أمريكا ضد إيران يعني ماذا عن جدية ما تقوم به أمريكا ضد إيران وهل تقرأ في ذلك نوايا بالفعل يعني وعزما على اجتثاث مشروع إيران من المنطقة أم أن وراء الأكمة ما وراءها شكرا ونحيي المشاهدين عبر الهاتف حقيقة المشهد في المنطقة يتغير هناك واقع رياح التغيير يعني تهب على المنطقة أكيد ثابت لدينا أن إيران هي قوة إقليمية كما تركيا لكن اللعب الرئيسي وهي الملاك المتحدة الأمريكية وبعد ما أصبح يطلق عليها فمتشورتي العالم أصبح تستفيد من الأوضاع الإقليمية المتأذمة طبعا يعني تنامي هذه القوة الإقليمية في المنطقة تجعل أساسا تتدخل وتسطر خطتها عبر مصالحها ثابت تدخل إيران في العراق جعل تدخل الولايات المتحدة الأمريكية ثابت يعني ذريعة للدخول إلى المنطقة يعني وجود تمدد إيران في اليمن كذلك يجعل تبرير للتدخل الأمريكي في الخليج وفي المنطقة العربية وهذا طبيعي جدا يعني باعتبار أن المعارك يعني يعني تدار يعني بوكلا يعني قد تكون إيران يعني خصم يعني إقليمي لكن إيران ووجودها كلاعب إقليمي يعني يبيح ويبر تدخل أمريكي لخدمة مصالحها في المنطقة وهذا ما جعل هناك صراح حقيقي بينما يعرف ما بين الشيعة والسنة هناك صراح إقليمي وتنامي النظرية التاريخية للفرس أكيد هذا كله وتقارب إيراني تركي يعني مسكوت عنه بالتالي أنا يعني الزحف الشيعي يجعل المنطقة يعني في خطر مما يجعلنا كمنطقة عربية نفكر في التهديدات التي تهدد المنطقة العربية برمتها وهذا ما يجعلنا نتحدث عن الأمن عن قوم العربي أشكرك جزيلا شكر أساد حازم حقيقة أنا كنت أود أن أتحدث معك أيضا في مسألات التقارب التركي الإيراني أيضا وهذه هي اللعبة الأخرى التي ربما ساقطت سهوا في حلقتنا لهذا اليوم لضيق الوقت ولكن ثم تلقاء آخر لمناقشتي ذات الموضوع أشكرك الأساد حازم القصوري المحامي والخبير في الشئون السياسية من تونس كنت معي عبر الهاتف شكرا كزيدا لك والشكر أيضا موصول للأساد فادي عكوم الكاتب والمحلل السياسي والخبير في أشياء الإيراني من لبنان عفوا كان معي أيضا عبر الهاتف والشكر أيضا للأساد مصطفى النعيمي الباحث في المنتدى العربي لتحضير السياسات الإيرانية كان معي من سوريا والشكر كل الشكر والتقدير لضيفي عبر الأقمار الصناعية الأساد محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط على إتاحته لنا فرصة هذا اللقاء وسعات صدره شكرا لك أساد محمود شكرا لك أيضا سيد محمود وشكرا لكم مشاهدي العزاء على حسن الإصغاء والمتابعة ثم تلقاء آخر وحلقة أخرى وضيف آخر وقضية أخرى في الأسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكركم على طيب الإصغاء والشكرا لزميلي من التنسيق عبد الكريم الأنسي ومن الأخراج خالد العوضة ومن كافة الزملاء السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة